موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة مطبخ مريم اليوم راح ندروا مع بعض قطايف في الفنجان في الكوشة يجو نجحين مئة بالمئة من اول حتى الاخر الفيديو تنسوا الاشتراك في القناة تضغط على الجرس وتفضلوا المقادير بسم الله عندي القطايف قطايف عندي تقريبا 500 غرام نص كيلو من القطايف عندي هنا 250 غرام من خالط زبدة و سمن لا تستطيع استغناء بالنسبة للحشو عندي 4 كيلات فنجال من اللوز و كيلة سكر و القرفة و هنا نحتاجه للقطايف و نحتاجه للحشو نبدأ اول خطوة هنا عندي الحشو نبدأ به و نخلط المكونات الجافة تخلطه مليح القرفة يعني نديره على حسب الدوق تنقصه ولا تزيده و هنا شمخ بشوية من المظهر و نحن نسل مع أخر و نغطيه و نجعله على جنب لان سكره و بعد ان يرتاح تقومون بشوية تخلطه مليح مع اللوز نبدأ هنا الخطوة الثانية نأخذ القطايف يقولون قطايف سوريا المهم ان هذا قطع الفتاح تركيا اكتفو بلي يديرهم طوال هم بزاف هنا نحن نحكي من قص ونقطع منهم شوية حن نقص منهم على خاطر شح نديرهم في الفنجل وهذا الى سطافل انتغنت من سنين هذا الى سطافل وعني حبت نديرها لكم بشتوفوه يعني بشي جيكم حبت القطعف يجيكم يعني مدورة ويجيكم يعني بالطبع وجوه شابين هنا قطعت كامل الكمية التاعي كما راكم نشوفو نحاولو ان نحلوهم مليح ونجيب خارط السمن والزبدة تاعي دايبين قدكم 250 غرام يعني في 500 غرام من قطايف ديرو 250 غرام من خارط زبدة و سمن نفرغوهم هكذا كما راكم نشوفوه كامل انا هنه ندوب تكتر باش نسحق من بعد هنديرو داخل الفنجل المهم اهنا نبدأ ندخل المليح يعني لازم تخدموا مليح قطايف يفتحكم مع اه خالد الزبدة و السمن باش يتشربوا مليح ويجيكم شناشفين في الكوش يعني بزاف لي ميحبوش قطايف يفتح الكوش على خاطر يجوهم مناشفين المهم هنا لازم يعني اه تعطوهم يعني حقهم تاعي دوسهم يعني تاعي الدهن المهم هنا ناخد فنجل تاعي كما راكم تشوفوه ودرت فيه شوية زبدة دهنته مليح باش مليح باش ملسق الكمش و هنا القطايف مليح احسن لو كانت دخلوهم يرتحوا هكذا سوية عبش يتشربوا مليح نبدأ نحط القطايف كما راكم تشوفوه هنا وجهت على نجم سنية والتاعي نحن ندر فيها ووجد العسيلة التاعي العسيلة ارتاح معكم شحام الخطر بصح هذه لازم تكون شوية تقيلة مليح بشي بزاف المهم تدرون زوجكي سنسكر مع كاسمة ومغرفة هكذا عاصر الليمون ومغرفة تاع المازهر دخلوهم يغلو مدة 15 دقيقة من بعد تطفو عليه لازمتوه عاقد بزاف زيدوه شوية تعمى وخلوه يغلي غلية وطفو عليه ولازم يكون ضروري يعني يكون بارد شفتوني كيفاش درت لقطايف التاعي في الفنجل يعني القاعدة التاولزم تكون شوية ساميكة باش يعني اللوز ميبان شل تحتها يعني كيتقلبو من بعد الفنجل راكم عليكم باللي مازرش يكون اللوز لتحت يبان يعني من الفوق يخرج لكم ميبان المهم درت هنا طبقة ودرت على الجوانب وخليت حفرة حطت فيها هذك الحشو ودوك نغلق عليها مليح كما راكم تشوفو ونضغط عليها شوية برك بهذه الطريقة من بعد تاخدوا يعني ثلاثة صبحتيكم مصطانيين وتجبدو بهذه الطريقة غير بالعقل هاهم ليك يجو شابين ويجو يعني متحوفين ويجو على حبة كما نقول يجو كامل سوى سوى أنا نكمل كامل كمية تاعي كما راكم تشوفو ندخلهم للفرن أعلى 180 دراج وخليهم غير في غرضهم بشي طيبوكم من الداخل ومن برا يحمروا لكم من بعد طبعا تعسلوهم يعني تشربوهم مليح وتقلبوهم مليح هنا انادت الحسين لتعي داخل بولتها ودخلت الحبة الداخل وقلبتو وشربتها تحتك تشربت مليح من بعد تحطيتهم في كيسات وفتحت لكم واحدة هنا يعني ضروري يعني ضروري بشتوفو من الداخل اللي تشربو بيا كما راكم تشوفو مبارا قعدوا مقرمشين تمنع انكم تجربو هذه الوصفة وتنجحو فيها ان شاء الله قلكم تهالله في روحكم صحف دوركم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر